موسيقى عزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في برنامجكم القوافي على قناة البابتين الثقافية لتصنيف القوافي مقيس غير قليلة ومنها أن تقسم القوافي قسمين مقيدة ومطلقة وسنسعى في هذه الحلقات إلى ذكر أمثلة عنها من عيون الشعر الذي يسعف نا الحظ في الوصول إليه فهنا الأذيق تختلف ومقيوس الجودة تتعدد والاختيار تبعيض والتبعيض جزء من كبد من يختار وخاطره القوافي المقيدة وهي ما لازم رويها السكونة فخلت من الوصل والخروج وهي أنواع ثلاثة أولا قافية مقيدة مجردة من الردف والتأسيس ومنها على الهمزة بين قوسين الساكنة طبعا قول أبي العلي المعري ما خص مصر وبأ وحدها بل كائن في كل أرض وبأ أنبأنا اللب بلقي الردى فالغوث في صحة ذاك النبأ فليس في الأبيات السابقة من حروف القافية غير حرف الهمزة الساكنة وهو الروي ومثل ذلك أي القافية المقيدة المجردة من الردف والتأسيس على روي البائي قول أبي الطيب المتنبي فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب وطوعا له وابتهاجا به وانقصر الفعل عما وجب وما عقني غير خوف الوشات وإن الوشايات طرق الكذب وتكثير قوم وتقليلهم وتقريبهم بيننا والخبب وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب وما قلت للبدر أنت اللجين وما قلت للشمس أنت الذهب فيقلق منه البعيد الأناتي ويغضب منه البطيء الغضب وما لاقني بلد بعدكم ولعطفت من رب نعماي رب ومن ركب الثور بعد الجوادي أنكر أظلافه والعغبب وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكان الخشب أفي الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب مبارك الإسم أغر اللقب كريم الجرش شريف النسب أخ الحرب يخدم مما سبى قناه ويخلع مما سلب إذا حاز مالا فقد حازه وعلى التأسكنة من غير رتف ولا تأسيس عثرنا على خريدة لشاعر يدعى مهيار الديلمي يقول فيها أهفو لعلوي الرياح إذا جرت وأظن رامة كل دار أقفرت ويشوقني روض الحمى متنفسا يصف الطرائب والبروق إذا جرت متعللات بعد طارفة النوى أو أبرأت داء الجوى أو عللت يا دين قلب من ليالي حاجر مكرت به فقضت عليه وانقضت ومضاجع بالعنف بات يعدها غنما وأصبح وده لو لم يبت وملحة لو أنصفت عين المهى في الحسن ما ثنت الصليفة ولا رنت بيضاء من كلل الخدور وربما ذكرت بداوة قومها فتسهمت ومما جاء على الثاء السكنة في قفيتنا المعنية بالبحث قول أب العلاء يا أرض فوقك أهل الذنوب فهل فيك من ذاك هم وبث وقد زعم النار مبعوثة تهذب ممن عليك الخبث وسيان ماضي قصير المدى وآخر باق طويل اللبث وخلقك من ربنا حكمة لقد جل عن لعب أو عبث وهل يحفل الجسم في رمسه إذا جاءه حافر فانتبث وعلى الجيم في نوع قفيتنا المعني بالدرس شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله موسيقى